السلام عليكم جاسبرك تكونوا ملاح ان شاء الله موها دي شان يوتيوب جديدة افتحتها باش نبدأ نحط فيها لكور على المات والشيمي فور الاس امي استي اه 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 رح نبدا دي راكتو ما نهدر على البروغرام تاع المات والشيمي اس ام وقبل كلش ما تنساوش تقابوني ولا شان بس كوره جديدة وبيانسور لي ما يفهمش كاش حاجة ولا عنده اي بروبلام ولا يقدر يخليهولي في كومنتر ولا يدخل في القروب تاع الفيسبوك ليراني فتحاتو وضرق نخليلي ينتعود تحت هكا بح يوصلكم اي جديد نبدأ مع البروغرام تاع المات اس ام البروغرام تاع المات اس ام هذا وش فيه اه مات اس ام مهيش صعيبة بزاف ومهيش بالامر الصعب موش فيها فيها اول حاجة سي لالوجيك يعني المنطق راح نشوفو في لالوجيك قضايا هذ القضايا تكون منطقية نحكمو عليها اس كوره هي فغي ولا فو على حسب كل قضية هذا وش نشوفو في لالوجيك ابخي راح نشوفو هذ الميطود يعني باش نبرح نوع انه هذ القضية سواء الفغي ولا فو لازمنا ميطود باش نديرو الغيزونمو هذو وش نشوفو في الدوزيام شابيتخ ابخي راح نشوفو في التوازيام شابيتخ لازمسامبل لازمسامبل وشنو هما مجموح تاع القضايا يمدلي انسامبل يعني الانسامبل تتكون من عدة قضايا ومجموح هذ لازمسامبل وش يمدلي يمدلي أبليكاسيون سواء يديرو أبليكاسيون تتكون من ديزنسمبل ولزنسمبل يتكونو من قضايا اللي هما assertion ومبات في لزنابليكاسيون راح نشوفو أبليكاسيون انجكتيف أبليكاسيون سورجكتيف وابليكاسيون بيجكتيف وهاذ وش راح نشوفو في الشابتر 5 لي هيا لانجكسيون سورجكسيون ومبات نشوفو لزنسمبل سوف ندخل في الفونكسيون الفونكسيون السامبل اللي كنا نعرفوهم دال المربع دال المقلوب دال الجدر هذو الدوال المألوفة رح ندرسو الاستمرارية تحت هذا الدوال ومبعد رح نشوفو قابلية الاشتقاق يعني قابلية الاستمرارية والاشتقاق للدوال اللي نعرفوهم ورح نشوفو أيضا دوال أخرى اللي نسموهم الفونكسيون إيزوال ولا الفونكسيون إيبربوليك هذو الفونكسيون يعني هذو الدوال الجدد رح ندرسو كل دالة فيهم نشوفو مجال التعريف تمثيل البياني المشتقة التحى وشنو هي الى آخره والشابتر الثاليسي ديفلوطمون اليميتي اللي هو الديالان هذو الديالان خاص بكل فونكسيون كل فونكسيون عند هذو الديالان الخاص بها يعني هو تابع للديغيبابيليتي وكل فونكسيون عند هذو الديالان خاص بها ورح نشوفوه نشوفو كل شابتر فيهم بالديطال أبرا نشوفو البروغرام دوكاتر شيمي أس آن بروغرام بتاها شوية طويل ما أوسي ما هيش صعيبة بزاف أولا شيمي أس آن رح تحضر على جنرال مو على الماتير يعني على المادة أول شابتر سي استركتور دو الماتير بنية المادة رح نشوفو المادة من لين تتكون وبعد رح نشوفو المادة الكلاسيك دو لاتوم النموذج الكلاسيكي دو لاتوم هي الذرة نشوفو النموذج الطعام لكلاسيكي وبعد نشوفو مداع الالكتروني شابتر نوس 4 جيومترية الموليكول هندسة الجزائية الموليكول معنات pleas وكل جزげ يتكون من الزرت بعد ما ندرسو الزرة ندرسو الجزي الجيومتري دي موليكول أبخي نشوفو الكلاسيفيكاسيون بيريوديك يعني نصنفو هاد الموليكول في الجدول الدوري نقولو نعرفو كل موليكول كل جزي وين بلاستو جاية في الجدول الدوري أبخي نشوفو المودال دي لويس نموذج لويس للجزيئات ونبعد نشوفو لليزون شيميك لليزون شيميك هي الرابطة الكيميائية لأنو الموليكول يتكون 8 زاتم وهذا الزاتم ترتبط بناتها بروابط كيميائية لليزون شيميك واخيرا نشوفو لليزون شيميك اللي نصنفو فيه هاد الموليكول هذا هو البروغرام بتاع الشيمي أسان راني هدرت على البروغرام بتاع الشيمي أسان ايمات أسان أبخير رح نبدو نحط لليفيديو على الليكور من شاء الله نقدر نفيدكم وبتنسيوش تقابونيوا لعشان بسكرة جديدة وبون كوراش ترجمة نانسي قنقر